بالخطوط الجوية لما بدك اي شي من المضيفة وتكبس الزر اللي بيتشعر الضوء واستدعاء المضيفة تيجي لعندك اول ما تشوفها بترتعب بتكشر وشك بتقول لك ما بدعك بتقول لها الله يوفقك راسي كتير عم يجعني بدي بس حبة وجعها راس الله يوفق بتقول لك معافي وبتروح بينما بالخطوط بتحس المضيفة مثل الملاك تقول لك عفوا استاذ جب لك شي تشرب شي استاذ اعمل لك مساج لظهراك شاشتك عم تشتغل كل شي تمام يعني بتحس دنيا تاني بالخطوط بيكونوا حاطين بصدر الطيارة التلفزيون هيك صغير مثل التلفزيون اللي بيحطوه بالبولمن والباس ايام زمان مشكلة مو بالتلفزيون مشكلة انه كل ما تطلع على التلفزيون بتلاقي هيك عم يهز فانت بترتعب تفكر الطيارة راح توقع بينما بالخطوط لكل كرسي وراها شاشة وفيك انت تشوف وفيه خيارات الافلام الاغاني المسلسلات فيه الالعاب يعني دنيا تاني كلام بالخطوط الطيارة ممكن تحاول تأقلع كذا مرة وترجع على المطار وترجع تأقلع بيطلعوا كل الركاب وبيصعد الطيار وبحرق بيقلع بيلاقي مشكلة لانه كلها يعني طيارات قديمة وصيانة ضعيفة فبيصير مشكلة بالطيارة وترجع وتنزل على المطار وترجع وتحاول تأقلع من اول وجديد كمان لما تصل انت لبلد الوجهة تبعك انت وحظك او الحقائب تبعتك او الموظف كان الله ألهمه وباعتهم او ممكن يكونهم بوساطة نسي وتروح عليك شانتايتك او بدك تستند لحتى ترجع المطار اللي رحت فيه لحتى تستلم حقيبتك اذا انت الوجبة ما عجبتك ما حبيتها او ما حبيت تغير يعني فبتستدعي مضيفة بتقولها لو سمحت يشوفي عنكم اطباط ثانية انا مثلا بتقولها ما بحب الجاج ما بحب اللحمة فهي بكل هاي كلاس بتقولك انت فاية مطعم او جاية سافر كلها ثلاث ساعات المصر بينما بالخطوط اللي عندك يعني فيه دارسين علميا بكونوا حاطين اكل صحي نوعية الاكل مختارينه بحيث انه نسبة الناس بالعالم اللي مع حساسية من هالصنف يكون قليلة فيه ناس عند حساسية من البيض ناس عند حساسية من المأكلات البحرية معينة مثلا فبكون فيه خيارات مدروسة ممتل الخطوط